ولكن لما يتعلق الامر ببلدنا ولما نعمل بلبلة قبل افتتاح قناة السويس بالـ 48 ساعة هل نحط صورة حسن مبارك ولا ما نحطوش ده كان الموضوع يعني وبعدين واحد يقولك تم تحطه كمان صورة محمد مرسي ماهو كان رئيس فالتالت يقوله حطه صورة المستشار عدل منصور ماهو كان رئيق قصة تفهى لا تحمل في طياتها الا رغبة في جذب مشاهد وانا اتصور حتى لو هذه القصة لها اهمية تاريخية اتصور لو انا مكانه الحقيقي اقسم بالله اقسم بالله العليل العظيم لو انا شافني لها حتى اهمية عبر التاريخ انا هرفع سماعه له علاقات قوية جدا قطعا برئاسة الجمهورية وغيره وبرئاسة الوزراء وبيجيب الناس على التليفون وكلم بشكل شخصي رئيس الوزراء يا دولة الرئيس انتو عملتو كذا كذا ممكن الموضوع دي يعمل حسية متى تدركوه تعمله مثلا مثلا هو الموضوع تافع على فكرة ولا قيمة لا لكن بايداوي مصلحة الوطن اهم بكتير من جذب مشاهدة ومصلحة بلدنا اللي احنا عايشين فيها دي اهم مئة مرة بان انت كنت مسافر شهر محدش حس بيك فعايز ترجع بسرعة وتقول انا هو مع كل الاحترام له ولشخصه ولما يقدمه وللتضحيات اللي هو بيقولها في برامجه تجاه جرائم الارهاب في مصر حقيقة يعني لازم نقول دي ونقول دي ولكن في وقت ما يجب ان يكون هذا هو التصرف من العقلاء او ممن يحبون هذا الوطن كانت النتيجة نص ساعة لانا اتفرجت عليها ناس داخلة بتأيد مبارك ناس داخلة بتضد مبارك ناس مش عارف ايه ناس ايه عملت قصة تعمل انقسام ايه مش هتعمل ولا تأثيرة لها لان الكلام كله اللي تقال عنده ملوش قيمة ولكن يا اخي افترض ان بعض ممن يريدون ان هما يصطادوا في المية العكرة استادوا هذا الكلام وبدأ قولك اه مهو مبارك راجع تاني اه مهو انصار مبارك طب ليه يا ابني تعمل هزي البلبلة ليه ليه لمجرد ان انت تعمل جذب مشاهدة انا حابت اقول القصة بس عشان نراعي ربنا شوية في بلدنا وبرامج التوكشو تبقى عارفة اني ليها دور كبير جدا في بناء الوطن وايضا ليها دور لقدر الله في احداث بعض معاول الهد عشان كده انا قلت واتكلمت لانه ربما غيري ما يتكلمش ربما فانا بفضل الله اذا كان هناك مشاهدة يبقى الناس سمعتني اذا اقترعت بكلامي يبقى عرفت ان اللي اتعمل ده ما كان يجب ان يكون اذا ما اقتعتش هذا شأنه ولكن وجهة نظر الشخصية التي لقيمة له ان هذا عمل مقصود بيه او هذه الحلقة مقصود بيها فقط لغير جذب اعلاني وجذب مشاهدة بعد غياب على حساب هذا الوطن وده امر لا يليق على الاطلاق من الكبار ومن اشتركوا في القناة